حاجة تانية انا حزين لفكرة ان ممكن يطلع مسؤولي يتكلم على ايه الغي الدوري الدوري اللعيبة مجهدة والدوري طويل والدوري هيكمل لنص تمانية واخر تمانية وشهر تسعة فنلغي الدوري ده كلام ناس مش قادرة تشتغل مش عايز اقول ناس فشلة ده كلام ناس مش قادرة تشتغل او كلام ناس مش قادرة تفهم هي بتلعب كرة للهواية ولا بتلعب كرة للصناعة الرياضة والكرة بيبقى امن قومي والكرة تحديدا اصبحت مصدر دخل في اقتصاديات بعض الدول بس في ناس هنا لسه مش مترجدة في ناس هنا لسه عايشة على الاطلال حاجات كده من 30-40 سنة الغي الدوري ما هو لو متصدر مش هيقول لغي الدوري لو بينافس مش هيقول لغي الدوري فالقصة بالنسبة له مش فرقة كتير بس اللي يزعلك ان الكلام ده بيطلع من ناس مسؤولة واللي يزعلك ان الكلام ده بيطلع من ناس مسؤولة محدش بيحاسب عشان تعرف بس ان انت عندك لا فيه لوايح ولا فيه نظام ولا فيه ربطة ولا فيه التحاد كورة واي حد بيطلع في اي حتة بيقول اي حاجة ومحدش بيحاسب حد دور إيه اللي تلغي وموسم إيه اللي ما يكملش بدل ما تفكروا الموسم اللي جاي تلعب إزاي بدل ما تفكروا تقليص عدد أنديت الدور من 18 ل 16 و 14 نادي بدل ما تحطوا حلول لشكل المسابقات بدل ما تحطوا حلول لشكل المنافسة إلغي إلغي دي معناها اللي أنت إنسان فاشل ما عندكش فكرة عن اللعبة اللي أنت بتديرها فأرجوكم يا جماعة مش أرجو الناس اللي بتتكلم دي خلاص أنا ناس يعني رميد طبطها مش فاهمة حاجة أنا بتكلم عن الناس اللي بتدير المنظومة دي يا جماعة أنت عندكم لايحة انضباط مش أي حد يصرح يقول أي حاجة مش أي حد يقول أي حاجة جده وتتنفذ قدينا شفنا في نهاية بطولة قرية حصلت خروقات في أمور تنظمية في ناس متحولة تحقيق وفي لجنة انضباط هتحقق وتاخد قرارات الفترة الجاية على الكبير قبل الصغير فالناس في مصر هنا لما تدير لعبة بقيمة وما كانت لعبة كرة القدم في بلد عدى على الكورة في مصر أكتر من مئة سنة لازم التصرحات دي لما تطلع لازم يتم محاسبة اللي صرح وقال الكلام ده عشان ما تبقى شلبانة بقى وكل واحد يطلع يقول أي كلمتين هنخش في شهر سبعة والدوري شغال والمنافسة خلاص بعيدة عن بعض اللي فريد يقول لك إلغي الدوري إلغي الهبوط ما هالقصة دي بتتقال كل سنة أنا نفس الدوري السنة الجاي بقى 16 نادي نفسي بقى 14 نادي نفسي يتم تغييره وتعديل شكل المسابقة نفسي يكون فيه قرارات جزرية لتعظيم قيمة مباراة الدوري المصري ده فيه دول بتتمنى تاخد عندها مباراة من الدوري المصري فيه دول بتتمنى تزيع مباراة من الدوري المصري يعني دلوقتي حتى احنا منبص على الدوري بتاع السنة الجاية معمول دورة ربعية مع فرق جاية من القسم الثالث ليه؟ عشان تسعى الدوري ممتاز تبديه فرق صعدت للقسم الثاني؟ لأ بس عشان فيه فرق معينة الهدف إن هي تقرب من المنافسة عشان تتواجد دوري ممتاز فالناس باقي تشتغل للمصالح الشخصية مش بتشتغل لمصالح اللعبة فده توبيك تاني لازم أتكلم عليه أنه عامل بلبلة على السوشيال ميديا فأرجوكم يا جماعة الفترة اللي جاية للدوري السنة الجاية وده سؤالي حطنا النهاردة في بداية الحلقة الناس تشتغل على فكرة الدوري السنة الجاية يتحضر ازاي؟ يتنظم ازاي؟ لازم نعمل سنة انتقالية للدوري السنة اللي بعدها بس الدوري السنة اللي بعدها مبقاش 18 ما انت هتعمل السنة اللي جاية سنة انتقالية هتلعب دوري من دورين هتلعب دوري من دوره واحد وتاخد مرحلة النوك قوي وتلعب دوري التحديد البطل كل ده كويس قوي سنة انتقالية بس في النهاية حدد بقى شكل دوري المسلم اللي بعده مش تيجي السنة الجاية تستنى في نهايتها هنعمل ايه السنة اللي بعدها دلوقتي حدد دوري السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها بحيث تنزل من 18 ل 16 ل 14 بدلا ما يكون فيه اندية كتيرة ملاش علاقة بالشعبية والجمهارية شوف حل للقصة دي والفكرة دي ما تبقاش الدوري كله لفرق ما عندهاش خمسة بيشجعوهم بقول ده في النهاية هيقتل المنافسة وهيقتل حقوق الرعاية والبس الفضائي لما الدوري كله يكون فيه 2-3 بس هو الاندية الشعبية والباقي كله اندية شركات خلاص نظم دوري شركات بعيدة عن الدوري المحترفين حتى المسمات نفسها مسمات غلط الدوري اللي هو البروفيشنال الاساسي اللي بيأهل البطلات القرية اسم الدوري الممتاز او عليه اسم الشركة مثلا كواخد حق رعاية هذا الدوري والدوري القسم التاني هو دوري المحترفين المحترفين فيه طيب المحترفين دي على القسم الاول مش القسم التاني يعني حتى المسمات نفسها الناس حتى المسمات غلطة انا مش عارف والله المسابقات دي بتتنظم ازاي والناس بتديرها ازاي